تنظم إلينا من بغداد دكتورة أزهار الغرباوية الأستاذة بمركز التراصات الاستراتيجية بجامعة بغداد دكتورة بعد قبول البرلمان استقالة رئيس الوزراء عبد المهدي وكذلك صدور أول حكم بالإعدام على متهم بقتل متظاهرين هل يهدأ غضب الشارع؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة طبعا الاستقالة جاءت متأخرة وتأخرة كثيرا كان مفروض تكون الاستقالة منذ سقوط أول شهيد في ساحات التظاهرات لأن التعنت ومراهنت على الوقت وغيرها من الرهانات التي خسرت جراء الغضب الجماهيري والشعبي أدت إلى مزيد من الدماء وتعقيد في المشهد السياسي اليوم كتلة سائرون بتنازلها عن حقها في الترشيح ستذهب بالمشهد السياسي إلى مزيد من التعقيد يعني اليوم البرلمان العراقي إلى أين سيتجي؟ إلى أين سيسير؟ كيف سيختار مرشح آخر بعد أن قدمت رئاسة البرلمان أو بالتالي رئيس مجلس النواب خطابا إلى رئيس الجمهورية باختيار رئيس الكتلة الأكبر هي كانت كتلة سائرون هي صحيح لم تحقق 50 زائد واحد لكنها بالتوافق مع الكتلة الأخرى الثانية اللي هي الفتح فبإنسحابها يعني هي فتحة المجال لمزيد من التعقيد هي سجلت موقف وطني على أنها من الشعب وإلى الشعب ومعروف هذه موقف السيد مقتدى الصدر الزعيم الشيعي وهو رقم صعوب بالعملية السياسية لكن اليوم يعني هو عقد المشهد السياسي أمام مجلس النواب العراقي يعني إحنا اليوم ساحة التحرير أو ساحة التظاهرات في العراق وفي بغداد وكل محافظاته الثائرة أصبح الطرف في العملية السياسية وبالتالي هم راح يكونوا انبعيدين عن تطورات المشهد السياسي هل من الممكن أن تتوافق تيارات سياسية أخرى على شخصية شعبوية كما طلب تحالف سائرون يعني هي راح تأخذ وقت نحن راح نعول على مرحلة تصريف الأعمال اليوم حكومة تصريف الأعمال وفق الدستور هي يعني تكون أكثر من شهر لكن حتى الشهر ما يخدم لأن الوضع العراقي الداخلي ملتهب وغير مستقر لكن اليوم على البرلمان خلال هذه الفترة أن يقوم بدورة تشريع المنتظر منه عليه أن يعدل في مواد الدستور عليه أن يعدل قانون الانتخاب يعني قانون سانت ليجو المعدل 1.7 و 1.9 ما عاد يخدمنا قانون المفوضية علينا أن نختار شخص مستقلين للمفوضية وبإشراف أممي حتى نختار عناصر يعني حينما تكون المفوضية يعني ما تفضمت به دكتورة تفرزلنا نواب جيدين هل يعتبر ذلك أولوية بالنسبة لمجلس النواب؟ نعم اليوم إحنا حتى نتجنب أخطاء الماضي وأخطاء حكومة عاد العبد المهدي وغيرها علينا أن نبدأ باستفادة من تلك الأخطاء علينا أن نغير الدستور وبنودة اللي شلت العملية السياسية بالمناسبة ثقافة الاستقالات غير موجودة في تاريخ الدولة العراقية إلا في العهد الملكي لكن اليوم حكومة سيد عبد العبد المهدي أعطت مؤشر جديد للعملية السياسية حتى هي ما موجودة في الدستور وبالتالي يعني اليوم لما قدم استقالته كانوا يعني مترددين البرلمان أنه هي هل تدخل ضمن المادة 61 أم 81 لأن الدستور العراقي فقط نص على إقالته لرئيس مجلس النواب أو سحب الثقة منه لذلك هو اليوم بدأ العملية السياسية بالعراق بمرحلة جديدة قد تكون فاتحة جديدة لاستقالة أخرى لحكومة إن جاءت حكومة جديدة لا تلبي مطالب الشعب والمتظاهرين دكتورة أزهار الغرباوي الأستاذة بمركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة بغداد شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به سيدتي